جوزي جمميز الموديل الفني لنادي الزمالك بدري 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 طلب التجديد مع تنسي المتقلق حمزة المسلوسة لعب في ميزا مع نادي الزمالك بشكل رائع جدا وهو عايز يحسم الامر بتاع حمزة المسلوسة بدري بدري عشان انت عارفين الفترات اللي فات كان الزمالك عنده مشكلة في التجديد بدري بدري مع اللاعبين فهتلاقي اللعيب خلص عاده سلامه عليكم انا عندي عرض في اي حتة روح ماشي فهو بسرعة كده قال لهم حمزة المسلوسة من ركاز الاسية وطالب ادارة النادي بحسم تجديد له هايل حمزة المسلوسة هايل بصراحة ومركز غير مركزه وبيتقلق فيه واصبح ركيزة اساسية في مركز السنتر باك او المدافع في النادي الزمالك سام مركز الزغير الايمن وبيتقلق جدا في مركز المدافع رأى يعني اي حد للوقت يلعب جنب حمزة المسلوسة هو الاساسي ومش مشكلة مين اللي جنبه مش مشكلة اللي همه اقل يعني اقصد انه اهم حمزة المسلوسة يوجد في ادفاع نادي الزمالك طيب دي حكاية الزمالك كمان او الجهاز الفني نادي الزمالك وافق على قيد سيف فاروق جعفر في قائمة الفريق الافريقية طيب ده معناه انه سيف مكمل سيف جعفر مكمل لا مش شرط وما قاله هنقيده بس لو جاله عرض للرحيل عن الفريق يمشي يمشي من الفريق جميز مش مقتنع بسيف فاروق جعفر اشتبقى فاهم مش مقتنع خالص فنيا عندوش مشكل معاشر في الناس قالوا انه هم متخانينه فيش الكلام ده وراجل لما يا غوب تقول انه انا مش هقدر استخدمك بطريقة لعبي في الملعب وصيف موهوب يعني موهوب طيب اشتركوا في القناة